بقي أقل من 25 يوم على حلول الشهر الكريم واللي بتحول عند بعض الناس من شهر صوم وتوفير وإحساس بالفقير لشهر عزومات ومصاريف وده شكل ضغط رهيب على الأسر المصرية في الأوقات العادية فما بالك والشهر الفضيل جاي في ظروف اقتصادية صعبة على الجميع وده مع ارتفاع الأسعار بتاعة السلع خاصة السلع الغذائية والناس ما بقيتش عارفة تعمل ايه وتدبر مصاريف الشهر ازاي في بنكير هنقولك تعمل ايه علشان تقدر تصوم وانت مرتاح خلينا نتفق ان شهر رمضان الكريم جاي في ظرف استثنائي وصعب وعلشان كده لازم نتخلى عن حاجات كثير في ثقافتنا وعداتنا اللي تعودنا عليها وأولها العزومات الكبيرة أكيد كلنا بنحب اللمة وتجميع العيلة والأصدقاء ومحدش يقدر يستغنى عنده بس اللي نقدر نستغنى عنه هو الكميات الكبيرة في الأكل اللي بنعملها وده علشان نبان أهل قرم مش لازم نعمل كذا صنف ومش ضروري قوي أكتر من نوع لحوم الظروف الصعبة على كل الناس والحلو في اللمة مش في الأكل تاني حاجة تعملها إنك تشتري الحاجات الرخيصة من دلوقتي وتخزنها في تلكتك أو الفريزة علشان سعرها لو رفع يبقى أنت عندك مغزون منها وثالث حاجة إنك تطلع على أقرب فرع لمعرض أهلا رمضان وتشتري حاجاتك وتخزنها وده على مدار الشهر هيوفر معي كتير ومن الحاجات التانية المهمة اللي لازم تعملها إنك تشتري حاجاتك جملة مش من السوبر ماركت وتشوف البديل الرخيص للسلعة وتخزنها مثلا اشتري طماطم واعمل منها صلصة واشلها في الفريزر وهكذا وعلشان توفر للشهر الكريم جاهز فطارك على يومين وبلش ترمي الأكل اللي فاضل وتطبخ غيره وكده هتوفر أكل كتير كل ده هتلاقيه على آخر الشهر ووفر معيك والأيام عدد من غير ما تعيش في أزمة المهم إنك تبدأ من دلوقتي وتخزن أكلك وبلش كمان الحلويات الغالية اللي بتضيع الفلوس لإن لسه داخل عليك عيد ومصاريف وملابس وممكن توفر في ميزانية رمضان إنك تخفض فواثير الكهرباء والغاز وترشد من استهلاكك شوية تحياتي دعاء أبو القاصم إلى اللقاء